موسيقى الإطار الجمهوري بإمكانه أن يقدم الكثير. والقضية في اعتقادي لا تتعلق بحقيبة أو أكثر. ولا تحنى في المحاصة الحزبية. وقتا نقول لك أعطيني عدد ولا باي تقول أن أثر. أحنا تخلنا لهذه الحكومة فبالتالي شركاء في الحكوم وسنعمل على دفع لعمل الحكومي. يعني بإرسال رسائل أو مؤشرات. وإسناد هذه الحكومة بدعمها ولكن أيضا بتنبيهها ومطالبتها باتخاذ الخطوات العملية لترجمة الاتفاقات والخطوط العريضة لتفعية قرتاج إلى قرارات والسياسات التواصل ينتظروا فيها بفرغ الصبر أحنا البارح المكتب التنفيذي صدر بيان في هذا الاتجاه. نقول أن الحكومة أحنا مساندين ومرتحين لمضمون البيان اللي توجه بيه رئيس حكومة للبرلمان لأنه كان وفي لروح اتفاق قرتاج وللأولويات المضمنة فيه. ولكن طلبناه بأنه يترجمها إلى قرارات وإلى أهداف محددة. أحنا باهي أنه رئيس حكومة صارح النواب والمواطنين بالحالة والوضعية الصعبة حتى لا أقول الكارثية اللي عليها المالية العمومية واللي عليها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. لكن المطلوب الآن أكثر. أنه يحدد أهداف التنمية قال المعدل المتاحة واحد ونصف في المئة. أحنا يجب نحدد أهداف. الحكومة اللي أحدفها نطلب حد أهداف. تقول التنمية نحب ننصل بها ثلاثة أربعة في المئة نسبة النمو. نحب نقول أنه الشعب التونسي وحنا معاه ويزمع بكل التقاتل لتنزيل النسبة هذه إلى حد مقبول ومعقول. أنه يعني يزمع أهداف ممكن من المزوراب الممكن بعد متابعته ودعمه أو مقسمته وأجل لتحقيقها ونبهنا إلى عدم استسهال اللجوء إلى الحلول السهلة اللي يسميوها المؤلمة التقشف هذا اللي تواصل لا بلادنا قادرة ولا التونسيين قادرين على تحملوا دور الحكومة هذه أن تمنع الالتجاء إلى السياسة تقشف دورها ليس تنبه فقط إلى خطورة صعوبة الأوضاع وربما الالتجاء إلى السياسة تقشف دورها أن تمنع ذلك بدفع جلت التنمية في الجهة الداخلية والبارح في قصر الحكومة في القصبة كان لقاء بين رئيس الحكومة وعدد من وزراءه مع نواب جهة قصر هذا معلوم للأعلام للتداول في وضعية الحوض المنجمي والتنمية في جهة قفصة وأعتقد أن هذه خطوة صحيحة وجريئة أن نبدأها بالحوار وبالحوار فقط وبالإجرائيات الملموسة وبالإجرائيات التي تدفع التنمية في المنطقة هذه التي بقى محرومة فعلا كما قال سيوسو الشهد قطار التنمية لم يدخلها منذ خمسين عام أو أكثر اليوم نبدأ أن نعبد الطريق لتنمية بالإجرائيات هذه يمكن أن نضيف أن الحكومة تقدم ما هو مطلوبها للتونسيين دون أن ننسى فعلا أولوية الأولوية اللي هي معركتنا ضد الإرهاب ودي في تزامن غريب بين مراسم نقل السلطة في دار الضيافة والعملية الإرهابية في جبل سمامة كان فم نوعين من تونس الانتقال السلمي والتعايش والعنف والإرهاب اللي هو مرفوض من قبل التونسيين نعم مشاركة متع الجمهوري في حكومة الغنوشي ثم اليوم في حكومة الوحدة الوطنية ثم ما ننسى وش موعد آخر كان مهما جدا وكنت فيه مع المسار لكن وقتها كنت مع نداء تونس وأيضا مع الجبهة الشعبية في اعتسام باردو في الاتحاد من أجل تونس اللي سرعان منفلته هذا الاتحاد من أجل تونس بسبب الموعد الانتخابي اليوم شنو اللي يخلي الظرف يختلف واليوم يكون الموعد الوطني أكبر ويخليكم أكثر لحمة ولا ينجم يخرج الجمهوري أو المسار من هذه الحكومة في حالة محددة فهم الثابت وفهم المتغير مشاركتنا والمسار في الحكومة الأولى كان كما قال التورسي جنيدي بدافع تحمل المسؤولية الوطنية في إنقاذ الدولة كان فيما خطر انهار الدولة وكانت دافع بتاعنا هو ضمان للانتقال الديمقراطي بأيسر السبل وأسرع الأوقات تنقضت وقته وتنقضت له من رفقاتكم اليسار أنا ماذا بنا التورسي وقتا لتفرض مسار التأسيسي وهذاك تورسي بعد شو ورايهم فكل مسار هذاك والصعوبات والمعاناة من فترة الانتقال الديمقراطي اللي طلت أكثر من اللازم والتورسي طلعت من خشوماتهم وكانت منها بعض كان فيما إمكانية أن المسار الانتقال الديمقراطي يكون في أربع وخمسة لستة شهور وتصير انتخابات عامة في بلادنا الديمقراطية وبعدها هي تدخل في تحوير الدستورة وغيره يعني على كل العودة هذية للتاريخ لكن الدافع كان هو تحمل المسللي وهو نفسه الدافع اليوم رغم تحفظاتنا نحن شاركنا في الحوار الوطني وصدقنا وأمضينا على اتفاقية قرطاج وعبرنا لتحفظات كبيرة على المرحلة الثانية من ذلك الحوار ولكن بعد وقتا للمسنا فما استعداد إلى الاقتراب من روح وفلسفة حكومة لحدة الوطنية وإلى رغبة في تشريك أكبر عدد ممكن من القوى كيفش المستوه هذا؟ هذا المستوه في أنه رغم تحفظاتنا رئيس حكومة المكلف ادعانا للحوار وإلى تحبل المسلولية وأكد التزامه بتنفيذ ذاك الاتفاق ذاك وقال نحبكم تكونوا معايا من الداخل لتنفيذه ومرقبة تنفيذه ثم يختلف قلت كثابة المتغير المتغير اللي اليوم أحنا والمسار وذلك ماهوش من باب الصدفة كنا مع بعضنا لأننا نسقنا قبل انطلاق المبادرة هذه وأثناء الحوار وما بعد الحوار ودخولنا ومشاركتنا في الحكومة كان بتنسيق مستمر في ما بيننا وحتى قبل العندمي الأنز هي يوري أن يفهم ميناتنا كفيبر مشترك في الفكر السياسي والتعاطي مع القضايا الوطنية اليوم يختلف هو أننا أحنا والمسار ولكن كثير من القوى السياسية والوطنية المهمة اللي مشاركتنا اليوم في دعم حكومة الوطنية وهو ما يعتهد من قاعدة ودفع وحماية يضمن انطلاقها ويضمن حماية للتجربة هذه وذلك يعزز أمنا في النجاحات يمكن تحققها الحكومة الحالية لكن دعمنا أحنا في الجمهوري وأعتقد نفس الموقف والمسار هذه الحكومة هو بقدر التزامها بتنفيذ الاتفاقات هذه بقدر أن تحول سياستها لمكافحة الفساد من شعرات إلى إجراءات ملموسة نحن بطوان سيراء ورؤية العين الحيتان الكبيرة ورموز الفساد اللي معروفة في البلاد الكل اللي مست الإدارة ومست التجارة والإعلام والأحزاب ومؤسسات الدولة يجب أن يقع محاسبة هذه يوم تكون مثال لبلاد حرب عن الفساد فعليا أنتم ما بيوجودكم في الحكومة ولكن نحن نذكرها بأن هذه من أولى أولوياتها هل ممكن الخروج من الحكومة الحالية في حالة أنه لم تكن هناك مؤشرات إيجابية أو طيبة أحنا عقليتنا نعم اتخلنا الحكومة مش للخروج منها اتخلنا حتى تنجى هذه الحكومة وبالتالي اليوم ممنوع الحديث أنه نخرج للحكومة إذا أحدى تخلنا لزمان نجاح لأنه كان هذا سبيل النقاشات على المسار والجمهوري أتوفر لك عليش سؤال هذا لأن المسار والجمهوري يدخلوا للنقاشات حول هذه المبادرة الرئاسية وتكوين حكمة وحدة وطنية وحتى في تطبيق أو في وضع نقاط المختلفة في اتفاقية قرتاج كان من خلال الضغط أحنا سنواصل حوار إذا كان توفرت هذه الشروط أحنا سنواصل حوار إن توفرت هذه الشروط معنا كان ديما وجودكم في الحوار للضغط لوضع شروط الدنيا لاحترامها لكي تكون هذه الوحدة الوطنية فعلية اليوم وانتم في داخل الحكومة ما هي الشروط اللي تخليكم تتوجدوا فيها وبالتالي كتقول لي أنت ليست هناك شروط ونحن بش نقعد في الحكومة لا لا ليس هناك اليوم حديث ليدخل في بداية عملية من هذا الحجم المشاركة في حكومة مبدأش من هاللول يقول راني نخرج إذا لا لا نحن نحن نعبيه الرأي العام ورأي هذه الحكومة ونقوله للحكومة نعم دعمنا ليك بقدر التزابك وتحويلك للتوجهات والإعلانات العامة إلى سياسات يومية وقرارات تغير من واقع المواطنين تغير من واقع التنمية في الجد داخلية تغير من تحول معركة الفساد من مساوى للشعارات إلى إجراءات ملموسة تحول إصلاح الإدارة الإصلاح الجبائي هذه كلها تدخل مع بعضها رأي الحكومة هذه ما عندها شي وقت كثير والبلاد ما عندها وقت لكي تنتظر هي عندك المئة يوم التي في كل الديمقراطية تمنح لكن قد تجد الحكومة نفسها ربما أمام محاسبة سريعة من رأي العام لأنه عندها انتظارات كبيرة من رأي العام ونحن نحب نقوله أن هناك تغيير في الحوكم فما روح جديدة فما رؤية جديدة فما إرادة لتغيير وإصلاح واقع التوسيل اللي اتفقنا على أنه واقع صعب إذا كان هذا فما أحنا موجودين في الحكومة من أجل هذا وسنبقى فيها طالما تميزت بهذه الروح وهذه النزعة وبعد كل حديث حديث أحنا نتمنى أن لا يكون الحديث إلا على النجاحات وهذا اللي بشامل على دفع